اين هي الموازنة؟ متى ترسلها الحكومة للبرلمان ليصوت عليها؟ اسئلة تطرح يوميا للبحث عنها بعد انقضاء خمسة اشهر على تشكيل الحكومة التي وعدت باكمالها وارسالها باسرع وقت لكنها حتى الان تمر بمخاضات عسيرة حالت دون ذلك مشاكل سياسية وفنية تحيط بالموازنة الى جانب تقسيم نفقاتها على المحافظات والمشاريع ورغم انها الاكبر على مستوى مثيلاتها السابقة اذ وصلت الى 200 رليون دينار الا انها لن تغطي جميع المتطلبات لكثرة بنودها وابواب الصرف التي خصصت فيها اعادة صياغتها بسعر صرف الدولار الجديد عكاز اتكأت عليه الحكومة لتبرير اسباب التأخير ورغم انها حددت في وقت سابق اسبوعا لاتمام الصياغة وارسالها من وزارة المالية لرئاسة الوزراء للتصويت عليها قبل تحويلها الى مجلس النواب الى ان الايام توالت ولم تبصر النور مع مرور كل هذا الوقت اما وفود كردستان لم تهدأ في زيارة بغداد بشكل دائم لضمان حصتها في الموازنة فهي تطمح رفع نسبة الاقليم الى 14% وبغداد تصر على ضرورة ان يلتزم الاقليم بالقرارات السابقة بتسليم واردات 200 الف برميل يوميا وواردات المنافذ لكن لم يعلن عن اتفاق نهائي بين الطرفين رحلة الموازنة الطويلة لن تنتهي بارسالها من الحكومة لمجلس النواب فمرحلة اخرى بانتظارها في البيت التشريعي من قراءة ودراسة وخض النفقات ومشاكل الكتل السياسية بحصص محافظاتهم وذلك لن ينتهي باقل من شهرين قبل تشريعها من بغداد جابر جمال الرشيد